اشتركوا في القناة يلي بعد مش كتير واضح شو نتج عنه لأنه مصادر بيان رسمة ما حدا قدل بتصريح يعني علنة صار في تسريبات أنه الجو إيجابي بس بعد ما عرفنا التفاصيل شو التفاصيل اللي عندكن ياها كتيار هلأ التفاصيل المفاوضات بتظل مكتومة لمصلحة النجاح لأنه تأخرنا كتير صارنا شهران ونص تقريبا صار لازم تطلع حكومة وصار لازم يصير فيه خرق يعني بالمحطات يلي كل تفاوض وبيقطع فيها يعني فيه الأحجام فيه الحقايب وفيه الأسامة ونتعرف أنه كل واحدة من هالمحطات فيها صعوبات فنحنا بعد الحديث اليوم ما قطعنا موضوع الأحجام مع أنه نحنا كطيار من أول لحظة كنا عم نقول كتير سهلة ما نحنا طالعين من الانتخابات نيابية خلينا نحترم رأي الشعب اللبناني ما زال كلنا موافقين أنه أحسن نكون بحكومة وحدة وطنية لا حماية البلد ولا مواجهة التحديات اللي جاية لنا بما أنه نحنا بهذا الوضع قنا نحترم إرادة الناس والأحجام اللي هي فرزتها الناس ونعمل لها نسخة مطبقة أصل بقلب الحكومة وهذا الشيء بيسهل جميعا لأنه ما بعد حدا يقدر يشتكي على أنه ما عم نصنفه ما عم يكون التوزيع منصف بالنسبة لإله أو يعني أو ما يرضى فيه فهذا البروسيجر اللي نحنا كنا شايفينه كان ممكن تكون سريع ولكن بعدنا نحنا عم نروح بهذا المحل اجتماعا بارح أكد شارلي يلي كان فيه كتير لعب على موضوع الخلاف على موضوع تضليل الناس وإيحاء للناس أنه فيه اهتزاز بالعلاقة بين الطيار الوطن الحر وطيار المستقبال وبين الفخامة الرئيس والرئيس الحريري أو بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل اجتماعا بارح أكد بالودية وبمضمونه وبالتقدم اللي صار بالجلسة أنه لا الحلف التحالف ثابت ومتين والثقة موجودة والدعم موجود ومتبادل وهذا أول إذا بدك نتيجة إيجابية للاجتماعا بارح بس هو يعني من حيث الشكل أنه الاجتماع تأخر لحد هذا الوقت وكان دايماً الوزير باسيل يقول أنه يطلبني يعني إذا طلبني بلاقينا طلبه ولقيه بس ما قلت تكون هايك بس يعني ما في شيء أكيد في شيء نطلع أنا مقالت ما في شيء لا غير موضوع العلاقة بين الطيار الوطن العبول الأول شيء اللي فينا نستنجه اللي عرفناه من الاجتماع بتفاصيله هو هاي تثبيت العلاقة والتحالف الموجود بيناتنا هلأ غير هيك أكيد صار فيه حكي على الحكومة وصار فيه توافق بوجهات النظر على المبادئ السليمة الطبيعية اللي نحنا عم نقولها كنا من الأول ونحنا ما عم نعريل نحنا عم نسهل طيار الوطن حر العقد منا عنده العقد مش عنا العكس اللي الجو اللي عم بيشايعوه الجميع جزء من الأفريقاء اللي هنم مصلحة بهذا شيء نعم إنه نحنا اللي عم نعريل بالعكس نحنا كيف عم نعريل نحنا عم نصر بس على التوزيع عادل على وحدة معايير ووافق الرئيس الحريري على هذا شيء وأبدأ عن قلية عمل اللي حيتبعها هو اللي هي اللي هتوصل لنتيجة مهما كان الصعوبات اللي هتواجهها بالنسبة للعقد اللي عم نحكي عنا واللي كل اللي يحكي عنا على كل حال يعني اليوم حتى بجريدة المستقبل ما كنا عم نحكي من شوي إنه كمان الأجواء الإيجابية اللي طلعت عن الطيار الوطني الحر لقاها طيار المستقبل إنه مزبوط كان الجو إيجابي والعلاقة سابتة بين الطرفين بس بيبقى بموضوع العرقلة التهمة اللي موجودة واللي كمان اليوم رجعنا أريناها بالجرائد إنه وتحديدا من القوات اللبنانية الحزب الاشتراك بعد ما سمعنا منهم شيء من القوات اللبنانية إنه التعطيل بعده عند الطيار الوطن الحر بسبب رفض أعطاء وزارة سيادي للقوات إذا سلمنا إنه نائب رئيس الحكومة موقع إنه خلاص ما بقى رح يروح للقوات رح يبقى مع رئيس الجمهورية بس نحنا موقفنا حتى من الوزارة السيادية على منحك هيدا الموضوع عن بارح وهيدا الموضوع ما بيهم الطيار بمعنى مش نحنا بنعطيهم الوزارة السيادية أو بنخذلهم إياها أو نحنا منعارض إنه ياخدهم نحنا مش معارضين بس إنهم عم تقبلوا ضمن مش علنا نتعطوهم واحدة من اتنين اللي معكم ضمن بيقدر الوعد يتهم التاني بيشو مكان هيدا اللي عم بيقولوه بس علنا وعملنا غير بقدر يجي الواحد يلقطنا عليها بس إنه نحنا نيتنا ما حدا بيعرف نية لآخر ونحنا منقول إنه نحمن اللي منقولو هو نيتنا يعني إنه نحنا معنا هذا الدبل لانجوجين اللي مستعملوه الآخرين ولكن نحنا من أول لحظة عم نقول نحنا ما منعارض إنه الوات ياخدوا وزارة السيادية لبل نفرح إذا أخدوا وزارة السيادية ولكن مش منحصتنا يعني نحنا أكبر تكتل مسيحي بتاريخ لبنان وأكبر تكتل حاليا بمجلس النواب عم نقول بيطلع لنا وزارة السيادية وحدة وفرامة الرئيس هو بالعرف بيطلع له وزارة السيادية وحدة مين قادر يعطيه من الوزارات السيادية الأخرى نحنا نفرح إذا أخدوا القوات اللبنانية التالتة أو الرابعة هلأ بتقول لي هذا شيء مستحيل بقول لك شو فينا أعمل أنا اللي فينا أعمله ابدي استعداد الكبولي ما هيك بيكونوا رفض الدفن مش هيك لا إذا قلت لي أعطيني بيتك وقلت لك أنا ما عندي مشكلة تاخد بيت بس مش بيتي أنا عم برفض ضمنيا يكون عندك بيت أنا عم بقبل يكون عندك بيت بس عم بلك ما تاخد لي بيتي صح إذا فكت أنت تعبر إنه هذا رافض ياخد بيت لأنه ما فيه إلا بيت واحد مش خصني أنا فيه بيت واحد وهذا بيتي ما عطيك إيه يعني أنا بدر أوقف على شيء إذا كنت عم بيعبر عن شيء غير عادل غير منطقي فيه قلت لي أنت فيه عم بتعرقل أو عم بت نعم ما بدك أنا أنا أوصل لشيء أنا أقول لك أنا ما عندي مانع توصل لشيء اللي كي اللي عم بيشدوا إنه أنه إنه بدهم يبسطوك وبدهم يعطوك يتفضلوا يعطوك من عندهم أنا من عندي ما هتأخذ بس هو بموضوع الوزارات السيادية هي هذه هي المشكلة بس يعني وزارة الدفاع وزارة الخارجية بس المشكلة إنه فيه حصل الرئيس وحصل الطيار الوطن الحر أو فيه طرف آخر فيه مكان ما يعترض على تسلم القوات اللبنانية واحدة منها الحقيبتين بالوزارات السيادية لا فيه عدة عادة يعني لأنه يقال إنه فيه مشكلة إنه القوات يأخذوا الدفاع والخارجية لك فيه مشكلة إنه نحنا مش وحدنا نحنا والقوات والرئيس الجمهورية ما فيه الصناع الشيعي مش نحنا خطلقناها هي هن أربعة مش نحنا عملناهم أربعة وهن اتنان إسلام اتنان مسيحية مش نحنا عملنا شي هذا شي بالمساء فالعقد موجودة يعني معنى أو بلانة بس بس بنرجع منقول نحنا عم نسهل بيه موضوع السيادية نحنا كان فينا نجي نقول بدنا يا الداخلية يا المالية والكل بيعرف بالبلد والقوات اللبنانية بيعرفوا إنه أهم وزارتان سيادتان هن هيدول اتنان كل واحدة منهم حجمهم قد الخارجية وقد الدفاع مع بعضهم ضربهم بعشرة أو حتى بمية صحيح فنحنا وقتها ما منوصل بهالمقاربة تنسهل ولادة الحكومة لأنه منعرف إنه بلد معقاد وفيه كل مكون بده يحس حاله إنه عنده يعني عنده بالسلطة نفوذ كافة تيحمي حاله أو معايير معينة نحنا ما حطينا هذا الشيء من الأول على الطاولة لأنه كنا عارفين إنه بدنا نصعب الأمور بس نحنا ما فينا ما فينا نحنا نستغني عن وزارة سيادي وقتا نحنا أو أكبر تكتل مسيحي أو أكبر تكتل بالمطلق إنه ما يطلعنا ولا وزارة سيادي هاي راحة وحدة ورئيس الجمهورية اللي كلنا عم نشتغل مع بعضنا تنحصن له صلاحياته والأعراف يلي بتقويله وجوده والسلطة ما فينا نجارده عن العرف إنه هو وزارة الدفاع بتكون لألو راحوا اثنان بعد في اثنان نحنا عم نقول باثنان الباقيين ما في مشكلة من حنا نحن نحط فاتو القوات اللبنانية بيقوله إنه كمان هن إذا مش القوة الأولى القوة الثانية أقل له مسيحيا عنده الخمسة عشر نايب صار وتانيا هن عنده النظرية بتقول إنه هن شعبيا قوة يمكن أكتر أو أد طير وهذه النظرية وعم يستندوا لألاء لا يقولوا ليش عم تستبعدونا وعم تعزلونا وكل هذي لنين كان يقول يعني الوقايع في تتيسب والوقايع لأن الوقايع ما فيك تغيره هو وقع يعني ما فيه يقول وعد إنه شعبيا أخذ أكتر من الطيار الوطني الحر لأنه الأرقام بتدل إنه نحن إخدين مرة ونص أكتر منه هلا إذا حسبت الربحانين وما حسبت حسبت الخسرانين وعدت تحسب مثل ما بدك فيك تركب الذكر على الانتهي صح الذكر على الذكر صح نعم ولكن لأنه قانون نسبة معه لأنه قانون نسبة بيبينه الأرقام بدون ما تتعب كتير وتعمل الكالكولاتري ستعب بيبينه بالنتيج كم نايب معه بطاقة حزبية فيه بتكتل لبنان القوي وكم نايب فيه معه بطاقة حزبية بتكتل مظبوط بيطلعوا مرة ونص كيف ما تحسب نطلعنا نحن مرة ونص علام يعني خمسين بالمئة زيادة عنهم وأكتر فهي دول النظريات يعني بدأ عقول ضعيفة لتقبلهم وطالع كتاب استاتيستيك مفند السندية الاقتراع بكل لبنان من قبل دولية للمعلومات ناطرين يعني بدوا يصدر بين نهاره والتاني يبين هذا الشيء علميا يعني لكن إذا هذي الأمور اللي عم يستندوا علي بتعتبروها مش صحيحة لكن على شو ستنا دوتا يعملوا كل هذه الحملة من بعد انتخابات لها لأن قصة العامل الخارج لأن هنا نية عند القوات دايما أنه يجربوا يسوقوا من وقت من طيار الوطن الحر والميدعون أخذ بانتخابات 2005 70 73 بالمئة من صوات المسيحية من أيام عم يجرب يقول من ثاني نهار أنه صارت بلحظة ولأنه أخذ موقف معين الطيار عمل تفاهم مع حزب الله أو يعني بكل خطوة خطيها العامل عون هذه الشعبية راحت صار القوات وطيار من وقت من 2005 إلى اليوم وبكل انتخابات وبكل استحقاء وبكل محطة وبكل استطلاعات وبكل بيطلع نحن يا مرتين يعني قدهم عمر ثاني وقدهم عمر ونص طب هيدا شو في نعم يعني بدهم نعطيهم من رصيدنا الشعبي شو المطلوب يعني بس الأرقام هي ما في غيرها ما في لعب فيها الواحد هيدا الحلو فيها أنه الأرقام سابتة هلأ ثاني حزب ثاني كوة مسيحية أكيد كلنا محترفين مداش وهذا الحجم بيعطيهم حجم موزرة وحجم نواب يلي هو بالماتماتيك بيطلع لهم إذا بدهم أكتر هون بنرجع للعلاقة بينتنا والشوائب اللي الصابطة يلي نحنا مش من فعلنا نحنا رح نرجع لهذا بس أنا كنت سألتك عن موضوع العامل الخارجي أنه آخر شي مستندين على شي معين تحت لي ياخدوا هيدا المواقف يأما على الأرقام إذا كان الموضوع داخلي بس يأما على يعني ما بعرف شو بنسميها يعني غمزة خارجية دفع خارجية طلب خارجية أنه علوا المطالب لتأخروا الحكومة شوي يعني عم نبالغ شوي نظرية مؤامرة هاي ولا حقيقة ممكن يكون في دائما الخارج له نفوذ بهذا البلد للأسف ونفوذ قوي بس نحنا إذا بتاخد التجربة آخر عشر سنين أو خمسة عشر سنين بتشوف أنه وقت الداخل حط إيده مع الداخل هزم الخارج وهذا شي العماد عون أرسى هذه القاعدة أنه خلينا نحط إيدينا مع بعضنا ومؤامرة الخارج أو النفوذ الخارج مبعود بيقدر يقوى علينا بيقدر أخرنا شوي بيقدر عطلنا شوي شغلنا بيقدر بمحظة يمرقنا بأزمة بس آخر شي نربح لبنان بيربح الداخل والداخل بيربح هم مع بعض على الخارج وهذا الشي اللي برهن يعني هذي أزمة استقالة الرئيس الحريري برهنت أنه نحن نتضامن داخليا عم نحكي أنه نتضامن بين أفريقا مش من مكون واحد يعني المسيحي بيتضامن مع السنة ومع الشيعة أو الشيعة بيتضامن بيرجع بنفس ما بيعد تأثيره وينزل للسفر يعني بينزل لمحل بيقول أوكي تم مش عمل عنده منتفين مشو استقواب الخارج عم بيبارح كل مرة أنه حساب غلط حساب خاطئ أكيد فيه ريهان على الخارج وشفتنا الزيارات اللي صارت من بعد الانتخابات ولكن أنا شايف أنه هذا شي مثل كل مرة بيطبق كل محطة بده يخسر وياريت ما بيخصونا كل مرة شهرين وثلاثة وستشوه وأزمات اقتصادية لأنه مع بعض مع بعض مئة مرة صرنا نقلين مع بعض منقوى منربح منتقدم والريهان هو على المستقبل ما هلن بيقولوا أنه نراهن على المستقبل مش هلن بيحساباتهم عم بيراهنوا على المستقبل طب إذا عم تراهنوا على المستقبل ليه جيين هلأ التفخخ الحاضر تعالوا سوا نربح عن المستقبل يكون للجميع آخر شيء بموضوع العلاقة مع القوات يعني صار فينا نقول بسقة مثل ما بيقولوا أنه تفاهم معراب انتهى هلأ فيه وقت النوية أوكي هلأ دائما نجواب عم بيكون هيك أن المصالحة أوكي ما حدا بمصفية بس هي جوهر الاتفاق مش المصالحة هو الموضوع الحصص الاتفاق اللي كشف آخر شيء فيك تقول أنه جوهر الاتفاق هذا وفيك تقول جوهر الاتفاق هو بالمبادئ اللي نحنا توفاقنا عليها ونحنا المبادئ اللي توفاقنا عليها حقيقة ومرجع لللي كنت عم بيحكيه قبل أنه نحن بس نحط إيدينا مع بعضنا منقوة ونحنا اكتشفنا وجربنا سوا أنه نحن بس نحط إيدينا مع بعض حسية طلعنا قوانين عملنا انتخاب انتخب رئيس جمهورية كل عجلة البلد تحسنت وحوق المسيحية تحصنوا من وراء الاتفاق المسيحي المسيحي فنحن مش عم نقول اتفاق المسيحي المسيحي صار ورانا أو نحن ما فينا نتوافق على مبادئ يلي هن بورط النوية أو على مصلحة المسيحية نحن عم نقول اتفاق يلي كان تعطيني من حصتك بتعيني بالحسابات معينة هذا الاتفاق راح لانه كان ضمنه دعم العهد يعني هو كان جزء لا يتجزأ من يعني اساسه دعم العهد ومقابل دعم العهد ممكن يحكى بهذه كلها يعني مثل كنتراج جاد فيك تجزء ما فيك فيك يتقول بدأت فعلك هلد وانت بدأت فعلي هلد فيك يتقول انت بتفعلي وانا ما بودت فعلك ما راح الكنتراج فاذا انت جاي يتقول انا بحيد دعم العهد وانت بتروح وبتعمل كل شي اللي عملته لا تنسوا في العهد تما نفوت بالتفاصيل او لا بدنا نوصل نطلع بحكومة بسرعة لا ساعة انت تفاصيل كل نسا عارفتها بس ما بدنا دايما نحط ايدنا عالجرح ايدنا عالجرح ولانه مش بس نحن وياهون معنيين معنى عدة افريقاء بالبلد بس انه هي تجربة مغيرة وقليمة وما كان طبيعي اللي صار يعني وهذا الشي اللي خلينا نقول تاني نهار انه لا لكان ما بقى فيه اتفاق اذا هيك التصرف ما بقى فيه ساعة وما بقى فيه اتفاق هذا ما بيعني انه ما فينا نتعاون ومتفاهم على موضيع محددة يلي هي ضمن المبادئ يلي توافقنا عليها بوردنا بس بعد تركين مجال لإعادة احياء هذا الاتفاق بسيخته الحالية بسيخته اخرى حتى انت وصديق لألك او انت وحدا من عائلتك رحت الساقة بناتكن الساقة ما ترجع هيك يعني بده شغل لترجع بدا تحضير اكيد وخاصة اذا احد الفريقين غلطان وهو عارف انه غلطان ما هو بده يشتغل له يرممه بده يجي يعطيك شي برهان انه هو غير او انه ما حيصير بقى هيك او انه بده يطمنك انه ما حيخدعك هذا الشي بدك انت تطمأن لأله اذا لا بتصير هي كذبة بحد ذاتها يعني اذا انت ما عندك ساقة فيه ومعنده ساقة فيك ومضيته ورقة اصلا البرقة المضيتها ما الا معنى انت بتمضيها ويكون فيه براها السقه بس تروح السقه بدك ترجع ترممه للسقه اذا لا امكون عم ضحكة بعض مسهوب محل معين يعني هذا الخلاف اللي صار والحكي عنه دايما بوسائل الاعلام مش برأيك شوي غطة على الاجابيات اللي اتحققيت يعني اليوم اقل لو اذا بنا نحكي اليوم الحكومة خمسة عشر وزير المسيحة مين عم بيسميهم كلهم يا رئيس الجمهورية يا اما الافريقاء المسيحيين بوقت كان الوضع عكس تمام قبل بكم سنة لبرا يعني لا ما عم تتظهر هذه الصورة لا 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 لحلك لا ما عم تتظهر لانه كمان ما بدنا نرش اللبنانية انه كانت او المسيحية انه هاي نتيجة التفاهم المسيحي المسيحي هي نتيجة كمان انه انت مدات ايدك للمكونات الاخرى وارسات قاعدة سقة معهم انت لو مش عامل ورد تفاهم مع حزب الله وجربوك وجربتهم عشر مرات بوجه اصعب الصعوبات ما كنت وصلت لها النتيجة انت لو طيار المستقبل ما خاصمته بشرف وما رجعت اتحلفت انت ويا بشرف وجربك كمان بقلب السلطة وبالعلاقة وحميتله ظهره نهار اللي كان هو ضعيف كمان ما كنت وصلت لها النتيجة فالنتيجة هي نتيجة هال كي بيقولوا هال اعمال الاستراتيجية او هالفعل الاستراتيجي اللي عملتوا انت مع مكونات اكسسيين وهي نتيجة كمان انه بقلب البيت الواحد جرب ترسي سقة وتفاهم وتوافق يكون كل كل البيت هيك نعم اصلا بارحة فخيمة الرئيس قال بحديثه الصحف بعتقد للحياة مبارح انه يلي قدر يوفق بين طيار المستقبل وحزب الله قدر يوفق بين كل البنانيين لنكفى بالموضوع الحكومي بننتقل على يمكن العقد الأبرز هي موضوع الحزب التقدم الاشتراكي والنائب السابق وليد جملات يمكن لحد هلأ يعني يقال انه العقد القوة دية قبل للحل بيظل يطلق له صيغة معينة انما المشكلة الأساسية والكبرى يلي هي بتطلب تدخل يمكن الرئيس بري يمكن ما بعرف مين هي موضوع المقعد الوزارة الدرزة التالت كمان شو المعطيات اللي عندك حول هيدا النقطة من اي واحد من الافريقاء جاد بيقدر يجي يحط شيء على الطاولة ضد العقل او ضد المنطق او ضد توزيع العدل نعم ونحن من اول لحظة لنا هيدا الطرح اللي عم بيعملوا الاشتراكة هو غير قابل للتطبيق للتنفيذ لانه غير عادل لانه هو بالحسبات تسع نواب بيطلع لهم وزيرين اوكي ومش محتكر التمثيل الشعبي او التمثيل بس وعن بيقول محتكر انه في تمام مقاعد للطائف الدرزية معهم سبعة في واحد او اتنين في مين مين عيروية اوكي اتنين بالجبل في كتلة اربع نواب بترقسها المير طالة الارسلين وكتلاتة حجموا وزيرين مش كتلاتة اذا لا نحن كمان كل طايفة بدأ تيجي تقول انا بسمي كل نوابة وكل واحد اكتر بطايفته بيقول انا بدي كل المقاعد فاليوم هيدا الموضوع بنحل لانه زلاء بيبين كأنه في استهداف لفريق او لطائف هو بنحل بوحدة معي انت بتحط معيار واحد لكل الكتل والكل اللي بيقبل بنتاجه وهذا ممكن بمحل يقرس حدا محل يقرس حدا ومحل حدا تاني يلاقي حاله انه هيدا لصالحه المعيار يعني هو عدد نواب بوزير عدد نواب بوزير نسب نسب معين من بعد ما تشيل حصة الرئيس الجمهوري وحصة رئيس مجلس الوزر بتشيلهم بتقسم قسم عادل بس يعني اخر شي برأيك انه هيدا الموضوع بده ينحل بحل وسط في فين حل بفرد مطلب جهة على جهة اخرى بده ينحل بوحدة معيار بعدين انا بسيسرك انت بتسيسرني هيدا كل وقت بده يلاقي حدا مين مكان على الطاولة بيقدر يلاقي حدا عنده حصة يعطيه منه وصارت بعدة حكومات صح قصد الوزير فايسال كرامة بوقت سابق هوني عم تحكي طايفة هوني حتى عغير الطايفة بس انا عم يحكي بدون ما يغير الطايفة لانه تغير الطايفة بده يجي بلحظة استثنائية استثنائية بيكون في خطر على الكيان كله سوا بس اذا لا بدون تغير الطايفة اذا انا كحزب عندي ست مقاعد او عشر مقاعد وعطيت مقاعد لفريق سياسة معين او لخصمة انا فين اعطي خصمة اذا بدي مزبوط بس عيدة ارادة بده يلاقي مين بده يعطيه اذا ما بدنا نسمي هلأ بس ان شاء الله الكل مين عم بيشتغله هلأ اللي يدوروا الزوية ولا يلاقيوا حلول ممكن هن بيلاقيوا حلول من هالنوع يعني ما بعف شو كل واحد قادر او قبلان يعمل بس نحنا عم نقول نحنا حارسين بالمرحلة الجاية بالعهد بالاربع سنين اللي بقين للعهد يلي هن يعني لازم يكونوا اربع سنين انتاجية عالية ومعجزات بالانجازات يعني انجاز بوطيرة غير مسبوقة باللبنان لازلاء راح البلد يعني وميكون روحنا الاربع سنين طبعا فخامة الرئيس العماد ميشيل عون لازم يكونوا استثنائيين بوطيرة الشرل وبوطيرة الانجازات فلازم تكون العدة الحكومية تشبه هذا شيء لانه اذا هي بتشبه العكس اكيد ما حيصير هيك رئيس الجمهورية هو بي الكل والشابو ورأس السلطة التنفيذية بسرخشيف مجلس نواب اللي بيطلع مرسيم وقرارات ويمشي البلد وبيعمل موازنة مجلس الوزراء بس بدي فصل شوية بعد بالموضوع الدرزي يعني يقال انه موقف النائب سابق وليد جنبلات له تلات تلات ابعاد اول بعد هو بعد درزي داخلي من بعد اللي صار بالقانون النسبة ومن بعد حتى يعني تسلم تايمور جنبلات النيابة محل والد وفي بعد تاني داخلي مرتبط بموضوع الرئيس بر انه رئيس بر تارك العقد ما عم يتدخل إلا بالوقت المناسب رح يتدخل ما بعفزة هلأ صار الوقت المناسب وفي الموضوع الاقليم اللي حكينا بالنسبة للقوات بينطبق على الاشتراك على كل نقطة من هون النقاط كيف شوه جواب الطيار الوطني شوه قراءته بالنسبة للموضوع الاقليمي منرجع منقول هيدا حساب خاطئ ده نبلش بالآخر همبلشنا فيهم بالآخر في خطأ وفي خطيئة بحق البلد نحن كل ما ندعس بالخارج اللي نستقوي فيه منكون عم نخطي بحق بلدنا ولازم هالشي يتوقف وعاكن حال لحنفشل نتائجهم حتما لو كان لصالحنا أوكي تاني شي شو كانت التانية التانية يعني الموضوع الدرس الداخلي وموضوع الرئيس برد موضوع الدرس الداخلي ما هو كنا كلنا نطلع بالدروز ونقول هال هالإزدواجية اللي عندهم ياها وهال واللي محافظين عليها وهالتنوع وهالكبول بالآخر وياللي بالآخر شي بيتوحدوا نهار اللي في خطر عليهم كنا كلنا نقول انه الدروز عم يشتر له مظبوط وهيك لازم نعم هلأ نهار اللي اجا الجد راحت هالصورة كليا يعني كيف انه بأي منطق انه في شي غلط يعني حتى الوليد باك عم بيغلط بحق الطيفة يعني ما بدي احكي عن الدروز اخر شي منا طيفتي بس بركهو معتبر انه عم بساعد النائب تانو جنبالت يتمكن من وضعه اكتر شعبيا يتمكن من وضعه بتلتان الدروز يعني شو ما هو هذا الواقع تبعه مين عم بيناقشو كل يوم بكل حصة لأ انه انفرض بالجبل هالأواقع جديد يعني صار فيه كتلة تانية فيه نواب مسيحيين طلعوا مش بأسوات ولي جنبلات بسوء منه وحده هاي من بعض العقود من السنين بسيها الحقيقة جاد هو منه وحده بالجبل هاي دي نحنا مش نحنا خطلقناها هالحقيقة اخذ اخذ تسعة وخمسين بالمئة هو من الدروز فيه قربين بالمئة من الدروز منهم معو والمير طلال بيمثل بالكليتين تقريبا ممكن قال نكزة يعني ممكن 28 بالمئة عم نحكي عن عن أرقام ما بتسمح له يقول انا بيحتكر وهيدا الشي احسن هيدا الشي صحة هيدا الشي بيحمي الطايفة وهو بيعرف الشي لانه مارس هيدا النمط او التقليد مارسه على مدى السنين على نهار اللي بنوصل على الحكومة اللي بدا هي تعمل إصلاح وتغيير البلد ولبنان على مفتر الترقات والمنطقة مفتر الترقات بعدك تيجي انت بتضعف الطيف إذا جيت مونوكروم من جهة وحدة بالعكس انت عندك بس هو يمكن عنده عنده رأي او عنده تفكير سياسي بيقول له انه يلي خسرته مجراء النسبية بتعاوضوا بالحكومة يعني مناخد ثلاثة نحية هاي ميسائية بإيدنا ساعة ما بدنا منشيكم نحط متلفق معك هاي مش حكومة وحدة وطنية خلص هاي حكومة شو هاي حكومة أكترية هاي دي متل ما عم بتقول بالنسبة للدهوز اذا هيك هو رأيه هاي دي نطبع على كل حكومة بنروح على حكومة أكترية وحكومة أكترية نحنا في عنا نحنا بالطيار وفرامة الرئيس ودولة الرئيس انه أحسن بكتير لقلنا كلنا بالمرحل الجاية نكون بوحدة بحكومة وحدة وطنية ما في حدا نعب يناقشنا الموضوع واظن حتى الوليد باك يعني هو بده ياعد دوز بس بده ياعد كل الحكومة فبما انه راحين على هيدا بهذا النفس وبهيد المقاربة انا اظن لازم كلنا نقبل نتيجة طيب انا ما بفضل كون بلا القوات اللبنانية بالحكومة انه حتما بفضل كون بلا القوات اللبنانية يعني حتى حتى لو ما في حتى وقتا كنا تبه هلا بيقطوا عليك يا خيان لا 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 بقولها بكل صراحة وهن بفضلوا يكونوا لو كانوا هن أكترية يكونوا لوحدهم بالحكومة ليش بدوا يشتغلوا بسرعة وما في حدا نعم بيقوز كل يوم بقلب الحكومة انه بتكون ساعتها في انسجام أكتر انه اذا فريق واحد بتكون في انتجية أكبر هذا شي طبيعي منفعة الحكومة الأكترية هي للبلد او لليه قاعد فيها أكيد أحسن لأنه وطيرة الشر الأسرع والصعوبات أقل بس نحن عم نقبل كلنا سوا انه ما نكون باللعبة الأسهل لأنه ممكن نتعرض الوطن أكتر لأنه بلد مركب طوايف وأحزاب ومنطقة وأكليمية وهذا تخلينا نكون محصنين كلنا مع بعضنا كلنا ممثلين بالمرحلة الصعبة بس هيدا الشي بيوصل للمحال بدك تتمثل خصمك بقلب الطيفة حتى يعني اذا عنده تمثيل ضمن حدود معقولة يعني تمثيل مهم نعم بدك تتمثله بدك تعطيه بدك بده ياخد حصده حصده مش أنت عم تعطيها بده ياخده هلأ كمان في رأي بيقول أنه إذا بده يتطبق هذا الوضع على الطائفة الدرزية أنه خيان قارن بالوضع المسيحي يعني إذا بده ينعطى النائب السابق وليد جملات ثلاثة دروس ساعتها مش لازم يكون في مرضى وزير بالحكومة يعني تقولون كلهم للقوات والطيار لأنه هن الأكثرية وفيك تروها بعض فيك تروها للطيار للطيار اه إذا ما تحسب بهذه الطريقة مش عم بقولها هاي ضد القوات نحن مصرين أن نكون بحكومة وحدة وطنية عم نعمل قدر الإمكان وعم نقول معيار عادل للكل مش عم نقول بنعمل حكومة وحدة وطنية على الشرط الأقل يطلع له ماشي نحن عم نقول كل واحد يطلع له قد حجمه أبدا مش عم نمسبح هو أحدا طيب بيضال في النقطة التالتة يلي هي البعد الداخلي هل أنه الرئيس بر كان تارك الوضع على ما هو عليه بانتظار لحظة سياسية مناسبة يتدخل وهل إجت هاي اللحظة من بعد لقاءه مع الوزير جبران باسيل أو بعد ما بنا نحاكم من نيات أول شي تاني شي ما أنه غلط أنه الواحد إذا عنده حل ينطر اللحظة الملئمة تيطلع الأغنب من جايته لأنه إذا طلعوا بكير بيموت الأغنب نعم متفهم هذا الشي وإن شاء الله يكون في أغنب بما أنه إن شاء الله يكون في حل نحن منا ضد الحلول كل حل بيسهل وبيوصل بس ضمن وحدة معايير نحن هاي القاعد الوحيدة اللي عم نحكي عندنا من أول طريق لآخر الطريق وحدة المعايير يا شباب مش بتحمينا بتحمل كل واليوم نحن أكتر بكرة بنصير ممكن يعني بلحظة من اللحظات فينا نصير أقل ويكون الفريق اللي عم بيخاصمنا هلا يكونوا أكتر ما هو بس تعمل وحدة معايير وبترسل هالقاعدة بتحمل جميع لأنه أنت شو هي المعيار هو المعيار هو العدل مش عم تعمل معيار ما معرف من جاية عم تعمل معيار الحق شو بيحمي الناس أكتر من الحق ما سامع هيدا هو خطاب طيار الوطن الحر من اليوم الأول عم بيكرروا هالفكرة بس العقد كانت معروفة شو هي وبدأ آخر شيء ضمن الحق أصدر يبدو أنه ما فيه غير رئيس بر يعملها بس مندور زاوية وإذا حدا عنده فكرة يعني منرحب بأي فكرة بتحلحل وإصلا مش نحنا اللي عم شكل الحكومة رئيس الحكومة يعني رئيس الحكومة عم نحكي باسمه إذا أقوى حدا نجاب له حل شو بدو يزعل بنبسط سعملون نحنا الشيء اللي منضل نحافز عليه ونحكي فيه ونطلبه إنه يا شباب القاعدة الحق تحمل جميع مش هناك خلينا نحتفظ فيها ما نركب حل بيرجع بخاربة القاعدة الحل لازم يكون مندور قد ما بتكون ضمن هالقاعدة رح نكمل بالموضوع الحكومة بس يعني بشق صغير بالقصم التاني بس في عنا كتير موضيع بدنا نحكيها أبرزها الملفات اللي رح تكون مطروحة أمام الحكومة الجديدة الملف الاقتصادي موضوع النزوح السوري حتى بدي أسألك سؤال عن موضوع قامل الحريات اللي متهم فيه العهد ومنحكي بالآخر شوي عن الأشرفية مشاهدينا لحظات ونرجع لحوار اليوم مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم من جديد بهذه الحلقة من حوار اليوم مع ضيفنا نائب رئيس طير الوطن الحر للشؤون السياسية النائب نقول للصحناوي معي الوزير أهلا وسهلا فيكم من جديد كنا عم نحكي بالموضوع الحكومة بعد عندي سؤال واحد بيتعلق بموقف حزب الله يعني شايفينه حزب الله هل عنده كلمة سيد حصلنا صراء لنهار الثلاثة بذكرى الانتصار بحرب تموز بس طيلة الفترة الماضية ما كنا عم نشوف إلا مواقف يعني عمومية جدا أين هو من كل ما يرجع على الصعيد الحكومة اللي عم نشوفه أنه مسهل يعني يعني هو حركة أمل ما فيه مش عم بيصعبه قبله بيحصب بتتناسب بس هو دور حزب الله مش بس هيك يعني عادة بيكون فيه مبادرات تتاخذ ما بادر لأنه معتبر يعني وبفهم أنه فيه رئيس جمهورية وفيه رئيس الحكومة وحتى فيه رئيس مجلس نواب بلحظة معينة بس أنه بالطاقف حاليا اللي بيشكله هنالجمهورية ورئيس الحكومة هو رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية فبدو يفوتوا على هذا الخط بين بما أنه هذول اتنان متفقين يعني الواحد اللي بره بيقلك أنا ببادر وبجاري بوفي بيشوف اتنان مختلفين بس رئيس فخامة الرئيس ودولة الرئيس جاوبة ناتون منيا متفهمين في مواد في تحالف انه هن بريفوتوا ليوفوا بين بين تنين متفقين انه ما هالسهل على هن فما شايف يعني هو دوره ممكن يكون كله عم بيحوق يعني مثل ما بقوله عم بحور ويدور حول نقطة واحدة هي موقف جنبلات يعني دوره ممكن يلعبه مع جنبلات كانت العقدة القوات اللبنانية نعم مش بس جنبلات لانه في تلات عقد اللي حكينا عن تنين ضل في العقدة السنية لانه في رأي بالبلد في رأي بالبلد وما فيك تشيله من بالك يعني بسهولة انه اخر شيء فيه رئيس مكلف هو طريقة الشغل طبعه فيها تسرع فيها تبطق فيها تشل انه كيف بدك تروح تحلله عقد يعني بمعنى انه ما هو بمجرد ما يحط معيار او ما يبادر او ما يجمد شوي اللعيبة بينقل اللعبة من هون لهون ان شاء الله نكون هلأ نحن المفترن نكون صرنا بهذا المحل انه رئيس الحكومة لعن كان قابل في لوم رئيس الحكومة من الطيار انه لازم يبادر وهو هلأ من بعد جلسة نبارح ومعه جلسته مع الرئيس بغير يعني اللي عنا ايه نحن كمعطيات انه هو هلأ هو صار متمكن مقتنع وبدو ولح يبادل ما هيت لا واحدة بتجمد اللعبة هيك قصد قللك يعني نعم اللي جاية بدي يساعد يساعد شو ما هو هده بكلمة بيجمد اللعبة سو انا بحس انه وصلنا للمحل المبيعي عندك رئيس مكلف هيدا دستور عطيها الصلاحية بده هو هلأ يحط قاعدة يروح ويخلص ويخلص المشاكل هلأ في واحدة من العقد ما كتير حكينا عنها يلي هي بتعني رئيس الحكومة مباشرة يلي هو التمثيل السنة يلي هو من خارج طيار المستقبل كمان يعني برأيك انه عنده طريقة لحل هذا الموضوع لأن في عندك اول شيء في فئة يلي عم يجتمعه عند الوزير عبد الرحيم امراد وعم بيطالبه في عندك كمان طيار المرضى وتكتل الوطني عم بيقولوا بدون كمانا وزير سنة فيه كمانا هون الاشكالية الاشكالية مش الاشكالية ضعف المطلب السنة المعارض لنقول هو أنه ما عنده تكتل يعني وقتها خلصت الانتخابات وافرزت كوة سياسية وعندك سنة مستقلة هون سنة واثنين هون وواحد هون لنقول وفيه سنة بكتل فيه بكتل حزب الله وامل فيه اتنين بكتل بكتل يار سنية هيدولي كلهم أول شي كانوا ما تجمعوا ما انه انفاتوا عمانش نواب قالوا نحنا قوة وحدة وليقولوا نحنا قوة وحدة بدون يطلعوا من الكتل اللي هن منتسبين لإله يعني ما بدي يكون هو بكتلة أمل وبكتلة المستقلين يعني الضعف ما وقفوا وين بتحطوا ساعتا نحنا كمان النواب طبعونا فينا نحطهم وين مكان فضعف المطلب السنة منه بالرقم لانه فيه رقم منه بسيط وفيه رقم شعبي منه بسيط بس ضعفه انه ما عنده كيان سياسي ما عنده وجود سياسي ما عنده تعبير سياسي حتى بكتلة هيدا الشي اللي مساقع بالمطلب طبعهم ومهين الواقعي اللي هو الرئيس الحكومي بيقول لك طبعنا ما عندي مشكلة كيانة وشو المجموعة اللي أنا عم بتعامل معه مزبوط فهلأ اخر شي هيدا الشي وين كيف لح يعبر حاله بقلب الحكومة اللي حنشوف الحكومة يعني عاجلا ام عاجلا رح تتشكل الموضيع معروف شو هي يعني العنوان الكبار اللي مطرحين قدامها معروفين فخيمة الرئيس عم بيكررهم دايما والطيار الوطن الحر الاقتصاد والنزوح السوري اللي هنا أصلا بمكان ما مرتبطين مع بعضهم يعني فخيمة الرئيس بيظل يكرر مرتبطين مع بعضهم سوري أطعطك أكتر بكتير من ما الناس عارف نعم أكتر بكتير من ما المسؤولين عارفين مش عم بيحكي عن فخيمة الرئيس ولا عن الوزير بسيط لأنه الأرقام عن دنيا بس باقي الكوات السياسية ما بعرف قدام استوعبه والصفرة والمجتمع الدولي وسادر ما بعرف قدام استوعبين أثر النزوح السوري له أثر على الوضع الاقتصادي طبعا قد التقل للوجود للنسحين السورية قد تقلوا على الخدمات الدولة على موازنة الدولة على الانفرستركتشر طبعا البنى التحتية وهذا الشي صار فيه رابورات يعني صار مرقام بس تشوف الأرقام جاد يعني بتحس بخطورة الموضوع وبوطقته علينا يعني يعني أداب أنت بتكون شايف أنه إيه مليون ونص سوري ما فينا نحملهم وليس بجعب بلدهم وهذا خطر ديموغرافي ووجود بس تشوف وطقتهم على الاقتصاد بتنقل السنس أوف امرجنسي عندك بينقل من هون له وأنا أكيد أنه حتى البزنسمان ويعني حتى الإليت بالبلد مش عارفة أداء وطقة النزوح السوري علينا شو الضمانة هلأ بالحكومة الجديدة أنه ما رح نرجع نبرم بالدوام ذاتها بموضوع النزوح السوري يعني حتى خطة لعودة النزوح وهلأ يمكن صارت ضرورية أكتر من بعد المبادرة الروسية وكل الأمور اللي عم تصير أنه حتى خطة مش عم بصير فيه توافق عليها يمكن نرجع نعلق بذات الموضوع بس أنا برأي الضمانة غير أنه صار فيه مبادرة روسية وأخذت قبول عالمي دولي الضمانة هي الأرقام هي أنه هاي الحكومة بد يكون قدامها في أرقام وأهداف مرقمة أنت بدك تعمل نمو أنت رئيس الحكومة جاي بدك تنهض بالاقتصاد أو حكومتك أنت رئيس جمهورية رئيس الحكومة وحكومتك شو الدفور تبعكم أنه في أزمة اقتصادية في بلد على الهاوي شفير الهاوي شو الدفور تبعك مش تنهض بالاقتصاد مش تتصرر الديفيسيط بيجيتار أنت الدفور طبعك مرقم بدك تحط أرقام تجيب اقتصاديين يعملوا التابلويات بيقول لك نحن السنة بدنا نزيد الفرس العملة بدنا نعمل موازنة نخفف العجز طبعها بدك تعمل دفور مرقم بس توصل على الأرقام سيكون فيه توحد على النسحين السورية بس إلا ما يطلع أصوات مزايدات طائفية حتى على رئيس الحكومة يلي بالمجتمع الدولي ما هو يكون يلي جاي يقول يا شباب رؤم نعملها سنتجية لنقول بالقاعدين على الطاولة لأن المجتمع الدولي أو حدا بالمجتمع الدولي عم بيقول له منا ناضجة ما هيك كثير من يحتفع كثير سهل أرقام يعني بده يصير مجلس الوزراء بده يطلع بالقرام لأن عبيلا حيروح البلد تحت جريه إذا أنت تطلع بالقرام بتقول الناس حين السورية ياخدين من قدام اللبنانية 230 ألف فرصة عمل حسب دراسة الورد بانك هن ياخدين 330 ألف فرصة عمل بس الورد بانك ماعتبر أنه في 100 ألف منلة اللبنانية واللبنانية ما حي مرسوها في 230 ألف ياخدها من قبل كل لبنانية هذا الرقم كيف بدك تعامل معه أنت كوة سياسية أنت حكومة أنت وزير أنت رئيس حكومة أنت رئيس جمهورية بدك تعامل مع هذا الرقم أنت بس تشوف قدية يكلفك بالموازنة يحكي عن 4 أو 5 مليار دولار بالسنة يحكي يكلفوك يحكي 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 من جايبتك ليس مع الدول لبكرة ونبعثكم مصاربوك وندفع لكم ونحن ندفع لهم ديريكت للنسحين هذا بيصل بالدفور طبعك ما أنت عم تركب أرقام عم تحضر رايب عن الناس عم تشوف كيف بدك تعمل عجز أول أو فائد أول أو أنت عندك عجز أول حاليا أنت بيصل بالدفور طبعك تحل هالمعضلة في عندك صناعات عم تسكر لأنه مش قادرة تبعت تبضعتها على الخليج أو على العراق أو على حلق في قصة المعبر وهذه بتطرح كمان كل الموضيع بتجير بعضها بتطرح موضوع على علاقات اللبنانية السورية والقرار اللي زم يتأخذ مظبوط أنا عم أقول إذا قربت لموضوع سياسيا حتما بدك فوت عحاة إلا ما يحلوا هنا البرة حلوا روسية عملت مظلة الأمريكان وكله توافق والسعودية وفا ما بعد هيد بتصير ما بتصير ما احنا بيع بس إذا قربت الأرقام تقنيا واكتصاديا وماثماتيكيا ما في حدا يختلف مع التاني مصلحتنا كلنا يزاتها لهن المعامل مسيحية أو شيعية أو سنية ما المعامل بكل البلد في فئة معينة بالبلد بدوا نعط طيار إنه لأ حكوه بالأرقام وبالوقائع وعلم ما تحكو سياسي وعواطف وعكوه مصلحة مش عواطف وخاصة يعني بس نشمر عزنودنا بالأكيب الجديدة بس نوصل خلقة الحكومة عمل بين وزارة وبلشنا نشتري ما فيه سادر ما سادر بيجيلك أنا بدي أعمل لك تران بدي أعملك طرقات ما هيك بدي أعطيك مساري لتعمل تران ولتعمل طرقات ولتعمل أستراد أنا بعمل أستراد سادر بيقوله لأسادر لما عمله أستراد لوان 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 بدي روح فيه على إسرائيل وعن بدي روح فيه على البحر بدي يعمل أستراد مع أبروس أو سكة حديد بدي عمل أستراد لروح على سوريا مظبوط أول شيء في إعادة أعمار جايب سوريا وعاكن حال لو ما في إعادة أعمار ما أنا بدي أعطي بدأت تقطع بسوريا وعن بدي أتوه مظبوط سو الحديث التقن ما في أتنين بيختلفوا عليه الحديث السياسي بتكون أنت عم بت تقتل بلدك وعم بتجمل بلدك خدمة لما بعرف مين ليه أوكي هذا المبعرف مين بدون منك شيء يدفع يعطونا خمسة مليار بالسنة ممكن كلنا منغير فكري يعني فهمت أصدق حدودنا الفرق للخسائية أصلا مكسور عليهم سرع سنين يعني بدون يدفعوا يدفعوا سرع سنين في الموضوع التاني كمان المرتبط اللي هو الفساد يعني صار في عنوان أنه الفساد مكافحة الفساد إلى آخر مبارح تحديدا فخيمة الرئيس بيقول أنه نحن عنا صار غير الخطة الاقتصادية اللي عملتها مكنزي وإلى آخر هي في عنا يعني خطة أو توجهها مصار معروف كيف لحد من الفساد وهالمرة مقررين نحط الجميع قدام مسئوليات ونخاصة اللي عم بيقولوا بالعالم نحن بدنا نكافح الفساد بلا نكشفه نشوفوا بدون يكافحوا أو ما بدون يكافحوا يعني طب اللبنانيين عم يسمعوا الحكة أكيد بيوصلوا بفخيمة الرئيس بس الترجمة بتخليون يشكوا لأن معرفتهم بالطبقة السياسية والآخرية بتخليون يشكوا لك أكيد نية الرئيس يعني نحن بنعرفه بالطيار الوطن نعم من أول تربيتنا كان موضوع النزاهة والشفافية والفساد بسلب تكويننا نعم ونحن جايين عالسلطة لنعمل إصلاح ولنرسل كواعد جداد تنطلع البلد من الفساد وفخيمة الرئيس عم بيحاول قد ما بيقدر أول رادي بس يجرب بيعمل قطوات عملية تلكضاء يصير مستقل تلكضاء يصير قوي بيكون عامل نص الشر نعم وهذه الناس ما تنتبه له لأنه يخرش هي الفساد خبرية كبيرة يعني هوا ما يفهم يليل أطلوح إلا ما توصل آخر شي بقضاء نزيه ومستقل بس توصل على قضية أنه قضاء نزيه ومستقل حتما أخذ مكافحة فساد بينه ما تعمل شيء والقضاء هو بيأمن استمرارية مكافحة فساد اللي هي أصلا عمل مستدام مش ابن لاحظ مش ناك عم بقول عنده خطوات عملية رئيس بس الإنسان المواطن ما بيشوفها عين قاضي نزيه على التفتيش المركز شاب ديناميكي مثلا هاي دي خطوة بحد ذاتها قد كتير إشياء تانية هلأ بعدين بتجي على التطبيق وبتجي على ملفات الكبيرة وعى توزيع المغانم بالبلد توصل على مشكلة أساسية اسمها طائفية صحيح متل ما هلأ ما عنا نقدر نركب حكومة بسرعة ليه لأنه ما ننوحنا بالبلد متل ما بكرة مصبوط وللأسف الطائفة بتضل تضب على الزعمة حتى لو في فساد هاي دي مشكلة باش مرتفط بالعهد الحالي بس هاي دي مشكلة عمرا من عمر الكيان اللبناني وما قال حال مش عم بقول عم تفصل جات معك لا لا بعرف مش عم بقول شي جديد بس الواحد لو يوصل لبروسيدجر ممكن توصلنا لمكافحة فساد بده أول شي يشرح تعييد الموضوع لأن الناس منا مثل مهيم فكرة أنه هي كل إنسان إن كان شيعي سنة أو مسيحية بفكر أنه هو معيار الفساد وأول معيار عنده الحرام بده يحطه بالحبس وبده يرجع وبده يطلعه لمصرياته ومزلعين سعر تعا عمول مشكلة طائفية بينسى كل شي بيصير مع الطائف ضد الطائف الثاني سعر وفينا نفوت بأمتلة بس ما بدنا نجرى حدا نحن تنوصل لمكافحة الفساد بدنا المكونات الأساسية اللي هن قاعدين بالحكومة يلي هن الصنع الشيعي والطيار والقوات والمستقبال والاشتراك والاشتراك والحزب الديمقراطي أكيد والحزب الديمقراطي بقلب التكتل بس هيدول كلهم بدون يكون عندهم نفس واحد إذا مش قادرين يفاكفكم الامتيازات الماضية لأنه أكيد هون الريزيستانس طبعا العيبة أقوى يفاكفكم محلات عندهم توظيف محلات عندهم مغانم محلات عندهم تمويل وصص من هالنوع أصعب إلا إمتياز إلا إمتياز إلا إمتياز بيضل بإيدك بس بيشفف فيه وبلا فساد نعم إذا بدك كل هذا اللي بقترحه عم بقول تيكون فعال تما نضل نحكي فيها وما نعملها الشيء الجديد بكرة بدك تلزم شيء بدك تفتح قطاع جديد بدك الحكومة بدك تعمل شيء نعمله بطريقة شفافة وبلا فساد والشيء القديم مرفق عام مش ماشي معرقل البلد طلع ريحته بس توصل عليه كحكومة تحط إيدك على الملف بلش تدرسه لتعمله إصلاح تعمله إصلاح وبتركبه بطريقة صح بتضل إمتياز الطيفل لأنه ولا طيفل هتقبل يروح إمتيازاتها بس مش إمتيازات مالية إمتيازات سياسية إمتيازات إدارية بس مش مالية تتركب بطريقة شفافة ماليا بتكون أنت عم تفكفك الفساد حجرة حجرة بس تبرم هيك على هالطغيرة وبتأوى القضاء إذا بيوصل ملف الدين من القضاء القضاء يقدر يدرب بإيد من حديد وأكيد كل هذا الموضوع بدأ يتواكب مع ورشة تشريعية مثل ما دائما بنحكي عنا على كل حال رئيسة ما تتشكل الحكومة شفنا اللي جان المشتركة عملت كذا اجتماع وقر كذا أنون بانتظار الهيئة العامة بس في قصص بعد عالقة يعني كنا من شوية نحكي عن موضوع أنون المعاملات الإلكترونية والمعلومات الشخصية مثلا على سبيل المثال هيدا وين صاروا ليش إلو سنين بيتمرجح ولا يقر هيدا أنون جاد كتير مهم والدول العالم كلها سبقتنا لأنه نحن نحط بمجلس نواب التسعة وتسعين إذا ما نغلطان أو بلش الدرافت يتداول بالتسعة وتسعين طبع القانون ونحن صرنا الآن بالألفين وطمتاش وبعد ما صدر القانون الآن قطع كذا مرحلة صرنا بالليجان المشتركة صرنا عملين كلية جلسات وعم نحكي فيه ساعة ونص ساعتين بكل جلسة فيه مادة الآن ما عم بتقطع وبعدين عنده هيئة عامة بس أهميته أهميته أنه كل شيء التوقيع إلكتروني بيصير متاح اليوم العالم كله عم بيبتعد من المطبوع على ورقة والمضية التي تكتبها بالحبر والطابع ورقة البول والطابع اليوم عم بيروح العالم كله على الكنترايات وعقود كل لحظة بالعالم بالاكتصاد والحياة اليومية كل لحظة أنت عندك إيه ولأ فيه له تتابعات قانونية عليك بالتليفون كم مرة بتقول اي اكسبت او انا بقبل او بمضي او مظبوط مظبوط بيكون فيه شروط بالأول صح وبعدين بيبعتوا لك دعايات وبتدفعلهم وبياخدهم الكريدت كار طبعا هذا بس كل واحد على تليفونه بس نفس الشي للشركات على مبالر كبيرة وغيره نحن كله هذا ما انهم شرعا باللبنان ما عنا إلكترونيك سيجنيتشر نحن اذا ما تصل لقام القادة ورقة مضية مع بارة البول مش محصوبك انه لم يكن والعالم صار له عشرين سنة بيشتغل يعني اتطور فهذا الانون بيشارعن كل هذا الشي تاني شي هذا الانون بيدافع عن حريتنا الشخصية انت بتفوت على ويبسايت بتفوت على كمواطن عندك حقوق هاي دول هن بياخدوا عنك معلومات نعم بياخدوا معلومات اوقات بدون ما تعرف لانه انت بتمضي من اول لحظة اوكي وهن بالاوكي بيكونوا بالنص اللي هو وبتكون مش عاري النص اصعاري بيقولوا لك نحن لحناخد من تليفونك تليفوناتك ارقامك اصحابك صورك الله بيعلنك صحيح طيب انت ما حدا محميك بالبلد لانه هذا الانون مطلع هذا الانون بيصير يقول هذا الشيء مسموح وهذا الشيء ممنوع ولك حق انت تقوله بدي اظهر من هذه الابليكيشن ولك حق تقوله محوو كل شيء اخدتوه من عندي اتسترا هذا التقدم الكبير يلي بده يطلع من بعد ما يطلع هذا الانون حاليا مجمد من وراء مادة وحدة الى علاقة بالضوت البي وبالضوت لبنان يلي هو الوеб سايت يعني الوеб سايت يلي بتاخده انت كويب سايت او شو المشكلة فيه هيدا بتعطيه شركة دولية اسمها ايكان مانا دولة هي جمعية منظمة وعندها شروط تتعطي هذا الحق تكل بلد يصير يقدر يبيع فرنسا angleteria.fr angleteria.uk هن بيقولوا نحن بدنا بوجهنا مش حكومات بدنا يا جمعية اهلية يا جمعية مختلطة كطعام وكطعخص وهيدا الشي بس يعطوا هيدا الحق هيدا المؤسسة بتصير تعطي امتياز لثلاث اربع شركات يبيع الضمان ضمن شروط معين كله هيدا مشارعا دوليا المجلس النواب عم بيقول ما انا عندي سيادة على بلدي كيف لمش الوزارة بتعمل هشي لمش وزارة اتصالات لمش وزارة الاقتصاد انه هذا حق سيادة للبنان عدنا نشرح لهم انه نظريا حق سيادة فعليا بييد الايكان مش بييد نا ولا فينا نعمل بلاي هون ولا فينا لبنانية بلا دوت البي يعني عم تعم تعطيها جمعية ما عندها على المخبر يعني هذا السيستام ماشي معنا وبلنا نحن قالنا اذا منفوت مندوبين عن عدة وزارات بقلبها الجمعية المختلطة والجمعية المختلطة مين كتاع خاص عم تحكي نقابة المحامين غرف التجارة والصناعة يعني هذا كتاع خاص مش شركات يعني هتحطيتهم كلهم سوى قلت لهم انتم بتدعوه لاخر شيء كلها لصة سجل لاخر شيء كل الخبرية سجل انه مين عنده اي اسم واذا اختلفوا كيف بيدروا الخلاف انت عملت جاد وانا عملت جاد واختلفنا هنا وياك انا تحكيم سريع مش نفوح بالمحاكم اللبنانية قصلا هي يعني بتبقى غير اللي شام بده كمان الهيئة العام توفق علي فهلا ااخر شيء باخر جالسة اتفقنا انه الوزيرة عناية عز الدين نعم هي تروح تعمل تقرير يعني تشوف الكتار الخاص تفهم الموضوع تعمل تقرير لمجلس النواب لها 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 نوصل عصيرة ما يكون في عليها هالأد الخلاف لانه في مين حكي باحتكار انه يعمل مش احتكار في مين حكي بالسيادة او بالامن لانه ما فيها ولا امن ولا سيادة بس ما قدرنا بست ساعات منقش نوصل لنتيجة لألك انت جيت المجلس اوقات كيف تكون بعد معنا دقيق تاني لأم ديسألك سؤال عن الاشرفية تنختم في الحلقة يعني انه صاروا تلتة شهر تقريبا على الانتخابات النيابية برأيك ابناء هيدا الدائرة حسوا بشي فرق ولا بلشوا يندموا لا 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 ما بظن ما بظن ندموا ابدا اشوف تابعيني على الصفحة التبعيتي انا وعدتوا انه اعمل مؤتمر صحفي كل شهر نعم مزبوط وصرت عامل ثلاث مؤتمرات صحفية وكل مرة ضوّر على موضوع انمائي او على موضوع يعني ايجابة ايجابة حسب اذا في شيء معرقة سلبة اذا في شيء ماشي ايجابة وعملنا واحد على موضوع الاهالي مرمخايل يلي هن والطباق والعجقة والضجة ان حرام حياتهم جحيم ما هعيد المضمون بس بيفوتوا على الفيسبوك تبعي بيشوفوا المضمون طبعه انا والاهالي اعملنا المؤتمر صوا اعملنا واحد على جناين تمر نقول لانه كان مفترض هجناين تكون ملزمة ومرممة وماشي وبعدها سرلوس المجلس البلدي جديد سنة ونص سنتان وبعد ما عمل شي اعملنا واحدة تالتة انا والعميد بانو يعني النائب كمان معي بالتكتول ومن الاشرافية على جنينة اليسوعية على الباركينج طبعا الجنيني يعني شقان الجنيني والباركين والباركين هاي القصة القديمة لانه حل انه والبلدية قبل تدرسوا انه بنعملوا خمسين متر عن الموقع الجنيني تمام نشيل الجنيني ونرجع نبنيها ونعملوا تحتها وبناخد ثلاثمائة وسبعين سيار هاي ده الحل بالنسبة لجنيني والعميد بانو بدي يقدم يعني عنده اصحاب عم بيقدموا دراسة لترميم الجنيني مثل ما هي لتكون احلى وافعال وشو اسمه هاي دول كلتة مؤتمرات بس الاهم من هيك عملنا اول اجتماع موحد لكل النواب الدايرة الاولى تمام نواب للدايرة الاولى وهذا بشكر للعميد عون لفخامة الرئيس وللوزير بسيل والدايرة الاولى صار عندها تمام نواب يعني هو رقم كتير من وراء انون الانتخاب من وراء انون الانتخاب جديد نضمت المدور للدايرة الاولى وصار عندنا تمام نواب وهذا تمام نواب عملنا اول اجتماع بمجلس النواب وكان اجتماع جيد واتفقنا انه نحاول ادر الامكان على المواضيع الانمائية نحيد السياسة ونوصل مجتمعين ومتوافقين ما قدرنا في مواضيع نحن ما نكون مختلفين على هون بس قدر الامكان كل هالمواضيع اللي نحن متفقين على هون جنينة عامة مساحات خضرة مساحات عامة جسر عجل تسار في اشياء نكون نتوفقين على هون منصير عم نفوت موحدين عماجلس نواب على البلدية تنقول بدنا هالمشروع يوصل نعم شكرا لك مع الوزير ونائب رئيس الوطن الحر لشؤون السياسية مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة حلقة جديدة من حوار اليوم 11.30 من صباح غد فإلى اللقاء اشتركوا في القناة